بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صحبي يل المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نازلة على خدك كمان الالم مغفرة في الدنيا والاخرة بلعفو مين قدك دي الشوكة لو شكتك تغفر زنوب سكتك بلعفو مين قدك يا صحبي يل المرض هدك مش عايزة يشوف دموعك نازلة على خدك عايزان المشاهدين احنا الحياة النهاردة عايزين نعمل كوكتيل في الحلقة النهاردة زي ما عودناكو دايما او حنتعود على طول ان يبقى في اخبار احد الاخبار المهمة النهاردة انه لما عرض التطعيم على رئيس البرازيل رفض انه يتداول هذا التطعيم في بعض الناس عندها فيما يتعلق بكورونا احنا قلنا اول حاجة حنقولها في الحلقة هتبقى كورونا فاحنا بنتكلم عن انه التطعيم هل يترى التطعيم ممكن دولة معينة ترفضه او حد زوحيسية يرفضه النهوة الطعام لانه خايف من التطعيم او لانه فيه جدل كتير حول التطعيم والهازرز او المخاوف بتاعة التطعيم بتاع كورونا برغم انه زفين الحلقة اللي فاتت وقلنا انه يعني 2021 هو موعد وفاة كورونا ده اللي بيقوله اغلب الخبراء المتخصصين في التلقيحات وفي التطعيمات هل يترى فعلا حتشهد بزوخ شمس 2021 هي نهاية هذا الفيروس اللي حير الجميع وفي كتابي انا اسرار كورونا كنت قلت اسرار فيروس كورونا المستبد المستبد مش المستجد لانه فيروس اثر على الناس كلها اثر على الاقتصاد اثر على حتى اصحاب الحرف الصغيرة اثر على الناس كبارا وصغارا ليس فقط صحة ولكن شفنا حاجات كتيرة كان صعب اوي دولة تلاقي مثلا شحنة كمامات فتوقف في عرض البحر وتسرق الكمامات من دولة اخرى يعني شفنا اشياء كثيرة ربما لم تحدث الا في ظلال هذا الفيروس المستبد اسمحوا لي ان انا اقول عليه المستبد ويمكن كنت اول حد اطلق على فيروس كورونا المستجد اسم فيروس كورونا المستبد لانه فعلا مستبد من الحاجات اللي برضو اطلقت على موضوع كورونا انه التطعيم بتاعه عمر ما حصل في اقرار تطعيم من الف دي ايه منظمة الغذاء والادوية الامريكية اللي هي يعني منوط بيها انها تلقي الضوء على اي تطعيمات وتتأكد من صلاحتها انهم اختسروا الخطوات لانه الناس بتموت فكان لازم الخطوات بتبقاش طويلة هل ده اثر على صدق التطعيم خاصا البعض بيشكك يقولك ايه حط نفسكو مكاني هو انا بديك حاجة وبقولك الحاجة ده نديتها لك عشان في حاجة لو جاتك ما تجيش تعالوا نحسبها كلمة كلمة اللي انا بقوله ده كلام مهم تاني انا هديك تطعيم عشان لو جالك الفيروس ما يأزكش الله طب ما انا ايه لضمان ان التطعيم عمل القصة دي انه الفيروس كان حيجيني فلما انا اتطعمت فما جنيش طبعا اختبارات كتيرة بتتعمل تم اختصارها فبعض الناس بدأت تشكك في جاء يعني مدى صدق هذا التطعيم او مدى جاهزيته اذا جاز التعبير ان احنا نقول طيب طبعا الموجة التانية في كورونا كنا حكينا وحذرنا ان الموجة التانية اقوى جدا من الموجة الاولى برغم ان بعضها انحرف الى الجهاز الهضمي عشان كده في بعض الناس من بعض انواع من الفيروس بتتجع على طول الى الجهاز الهضمي فالعيان يجي لنا بيه زي ما قولنا قبل كده مغص اسهال والاهم الغثيان اللي هو رغبة في الترجيح لكن ما بيرجعش يعني يجي اكتر جهاز هضمي تمام ويمكن في تصريح للوزير المحترم الوزير السابق المحترم الخلوخ اللي هي اللي انا بحبه لان انا اتعاملت معاه عن قرب جدا جدا الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين طيب معايا اسلام ملمينيا وهقول تصريح الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس السيسي لشؤون كورونا معايا اسلام السلام عليكم ونحط البركاته اهلا يا سيد اسلام اتفضل اا لو سمحت بالنسبة للموضوع الضغط عايز عايز لا يشكي ده طبيعا للضغط والطولوف حاضر خدت علاج ولا ما خدتش الاول للضغط اا انا باخد داواس من بلد خامسة نيفلوب خامسة نيفلوب خامسة تمام الف سلام عليك طيب في حاجة تاني بتاخدها غيرو طيب بتاخد حاجة للقولون طبعا احنا ده البرنامج الوحيد اللي ماسموه نقول الأسماء أدوية فيه ونملكم رشدتات وكان لسه معاه دلوقتي المحترم الخلوق الاستاذ عبد الحميد توفيق رئيس قناة صحة وجمال صديقي العزيز جدا وكنا بنتكلم على انه البرنامج عاملين له خط اللي هو ايه يعني يده العوني لك يعني حتى انا لما حد يجي يقول لي عيادتك اقول له مثلا 96 شرق التحرير دقي بس في البرنامج ده لا انا مش بدعي انه الناس تجيني العيادة او تكشف لا انا في البرنامج ده بحاول لو حد يتعبان املين رشدتة حتى لو حد يتعبان اقول له نصيحة لو حد يتعبان اوجهه صح الأستاذ في تخصص ما لو حد عنده شكوى علشان كده البرنامج ده اتعمل واسمه تواصل والهدف منه تواصل معاك في كل خدمة انت محتاجها مادامة طبية فيه اخت طبعا كفيفة الحقيقة النهاردة كلمتني بس خليني معا لأستاذ اسلام الاول وبعد ما خلص نتكلم عنها أستاذ اسلام معايا طيب أستاذ اسلام الخط يعني واضح انه الخط قطع فانا اللي عايز اقوله بس لو أستاذ اسلام وليكم طبعا حضراتكم لانه الغرض من البرنامج برضو التسقيف انه اسباب الضغط 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 اسباب الضغط خمسة في المية ليها علاج وخمسة وتسعين اصلا ملهاش اسباب يبقى خمسة في المية ملهاش سبب اصلا الضغط يجيه علشان هو كان جاي ملوش سبب تمام ده الخمسة وتسعين طب الخمسة الخمسة ليها اسباب عشان كده الدكتور الشاطر في موضوع الضغط يدور على اسباب يمكن علاجها لانها لو تعالجت الضغط حيمشي حيروح والواحد يخف من الضغط عشان كده لو قلنا هل الضغط مرض ممكن ان نتجنبه ممكن ابعاده عني روح يا ضغط روح امشي يا ضغط امشي نعم في حالة ايه بقى اذا كانت الدهون عالية وعالجت الدهون وقارت جدا انه الضغط يتزفض الدهون اللي هي الدهون السلسية والكوليسترول وحكينا وقلنا الكوليسترول ايه واطي وعالي العالي كتر منه والواطي اكفينا شر وابعد عنه تمام حتى في حاجة لطيفة جدا معلومة حاب تقولها لكم النهاردة انه لو حد حاب يعمل تحليل الدهون هو احنا ليه بنصيم في تحليل الدهون من تمانية ل 11 ساعة او لعشر ساعات هقول لكم دلوقتي بعد ما نسمع الستاذ ابراهيم قاله السلام عليكم وعليكم السلام زي يا دكتور زي حضرتك كذلكم الله خيرا الله يكرمك بتتكلم من اين من الغربية دكتور من الغربية احسن ناس اتفضل يا حبيبي كذلكم الله خيرا ماشي يا دكتور لكم تقول بعد زي حضرتك اتفضل حاضرة جاوبك ايه تاني طيب هل في حاجة تانية لما تاكلها بترجع لا هو ده بات طيب هل انت يعني حرصت انك تجرب انك تاكل نص واجبة يعني كل واحد بيرجع مفترض يبقى نص بطن دي لوحدها ممكن تحل المشكلة طيب لو ما حلتش لو ما حلتش يبقى نبص على حتة حساسية لحاجة معينة هل فعلا بحس بالترجيع لما اكون حاجة معينة زي ما اخونا قال جنبري ولا لا ده هي حالة عامة هل المعدة بتتعبني ولا لا فيه قلم في المعدة عشان كده دايما نقول للناس انا بشاور اهو اهو حضرتك شايفيني في التلفزيون القناة الفضائية بشاور على مكان المعدة مكان المعدة ده يدي قلم يدي ترجيع يدي ارتجاع حاجة تطلع فوقه وتنزل طبعا معنا المريء في الموضوع مدام فيه ارتجاع تمام معايا طيب حبيب من الحاجات اللذيذة الحياة زنجبيل وجدوا انه بيقلل من معدل الغثيان والمحاولة الترجيع او الرغبة في الترجيع مهم جدا جدا بقى نعمل البكتيريا الحلزونية ده تحريل انا بقول عنه في كل حلقة لانه يعني ساعات في الشارع ناس تقول الدكتور بتاع المعدة اهو الدكتور بتاع الحلزوني اهو فانا بابقى سعيد لان احنا كده رسخنا في اذهانكم انه اي مشاكل في المعدة واخد طريق من اتنين يا طريق فيه جرسومة يعني دودة يعني بكتيريا يعني انا ببسط لكم المعلومات يا اما مفيش الجرسومة دي مفيش الجرسومة دي بقى نتكلم بقى في حاجات تانية كتير لكن فيه الجرسومة دي لازم نقبع عليها لانها زي ما قولنا واحد في المئة الف لقدر الله بتجيب سرطان سرطان معدة فعشان كده الدكتور ايهو هتتخيل وهو بيتعبك ويقولك رو هعمل تحليل في البراز للبحث عن الدودة اللي هي الجرسومة ودي فرصة اقولكوا الفرق في فرق بين تحليل البراز اعزاكم الله اللي بدور على ديدان زي الاسكارس وغيره وبين الجرسومة دي الجرسومة دي قصة تانية خالص كل اللي فات كان حمادة ودي حمادة تاني خالص حمادة تاني خالص لانها بتحمل اورام لقدر الله صحيح في نسبة ضعيفة بس منسبهاش عشان كده الدكتور يتنفس السعداء وانبسط قوي وابقى فخور ان انا عملت حاجة كويسة لما العيان يجيني بعد ثلاث اسابيع او شهر والدودة دي خلاص نيجاتيف مش موجودة فجيب التحليلين جاب بعض وافرح بنفسي يعني انبسط طبعا التوفيق توفيق ربنا بس ان انا كنت سبب في ان الراجل ده بيحد قوي عن سكة صعبة جدا اسمها سرطان المعدة لقدر الله فيبقى كل اللي عنده مشاكل في المعدة بالذات لو حاسس انها مش راضية تخف يعني يعني شوية تتعب شوية ترتاح شوية وترجع تاني بمشاكلها الكتيرة بقلم في المعدة بمغص بترجيع باحساس بالامتلاء انه مش جعان يعني الاكل ما بيتصرفش لما ياكله حموضة حاجات كتيرة جدا بيتسببها البكتيريا الحلزونية لعنة طلاق عليها وحكيت لكم قبل كده قصتها وقلنا ان الرجل اللي اكتشافها كاخد جايزة نوبل لانه كل العلماء كانوا ضده لو في وقت الحلقة النهاردة هحكي لكم تاني قصة نوبل وهذا الرجل طيب اسلام طبعا اكيد مش معاي على الخط لكن اللي عايز اقوله له انه يعمل البكتيريا الحلزونية بيجيب دواء اسمه فانتولوك مثلا او زوركال 40 فانتولوك 40 انتوبرال 40 حاجات كتيرة قوي اسمه رابد حاجات كتيرة مش عايز يعني انسي حاجة بس انا بقول حاجات كتيرة علشان ما بقاش بقول دواء بعينه ولا بقى بعمل دعاية لدواء بعينه تمام البرت النيكسيام عايز اقوله اسمه كتيرة جدا فوق الخمسين دواء بيعمله نفس القصة دي وحيريحه المعدة شوية تمام بالحاجات الكويسة او في حالك البكتيريا الحلزونية قلنا مهم جدا جدا المستيكة المستيكة مهمة جدا بس اوعى اقول احشاب تتخيلوا انها هتغني عندها وخال اللي يقول احشاب وتغني عندها ويبقى مش فاهم طب وده يخلينا اقول كلمة استاذي وزير الصحة الاسبق الاستاذ دكتور محمد عود تاج الدين ولا اريد ان اسكر اسم هذا الرجل الا وانا اقول ايه الخلوق من انضف خلق الله الحقيق واطيب خلق الله حد محترم 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 لابعد الحدود وهو الان مستشار السيد رئيس الجمهورية لامور كورونا الدكتور الاستاذ محمد عود تاج الدين مرة بقوله على الاحشاب فقال لي بص يا حسين قلت له نعم يا استاذي قال لي مفيش عشب يعالج لوحده مفيش عشب يعالج لوحده هو يحسن حاجات وناخدها ولازم وتفرق لكن يظل العلاج هو العلاج عشان محتش يتحك علينا وقال لنا شوية احشاب احطهم في برطمان عسل ب 1500 جنيه يعملوا كذا مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده خالص 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 طيب معايا الاستاذة ولاء من البحيرة السلام عليكم ايوه السلام عليكم يا دكتور اخت ولاء اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا كنت تلبيك اصبح كده وقلت لك على الحاجة اللي ايه فيها دلغة اه فانا في الصابع ارغت لدكتور انف وقال لي بقال لي انت بتعارك انت معنى بكيش حاجة خالص خالص انا مش عايز غير الكلمة دي تمام بس خالص لان احنا قلنا قبل كده يا ام معدة يا ام انفو اذن يعني اي مشاكل اتفضلي بسكملي انا حبيت بس اقولك ان دي نقطة فارقة في الكلام اتفضلي عملت اشعة يا دكتور فان رفت بكل اشعة عمل لي يعني ايه قلت لي يا دكتور انا متعارك ايه دلغة فقال لي عمل لي اشعة فقال لي على ذلك حاجة تدري متعارك عن غدها والحاجات دي فقال لي ذا كويسين وما فيش اي حاجة فقال لي اشعة على الصدر فوقل لي ان انت عندك حاسية على تدري ان فيشعة بتاع الصدر قدين اتفضلي بلغم على تدري فقال لي فقال لي بشاركت حاسية منفضل لاأن إنت يعني الحاجة دي على طول عندي فالدكتور المعب قال لي انت انا عندك حاسية الصدر بس انت عندك حاجة في المعب يعني شوية نخبطة في المعب طوام برضو عن بس عايز اقولك عشان حتة حساسية نمرة واحد نفهم مع بعض الحساسية دي يا أختي حاجة عبارة عن نوبة منضيق التنفس وتزييق في الصدر كل اللي سامعين في الصدر كل اللي سامعين دلوقتي يعني تقريبا بيقولوا آه فعلا آه فعلا اللي هي ساعات بناخد لها بخاخة وهي مرض منتشر وبيجي الكبار السن أكتر وساعات للأطفال من صغيرة خالص منهم سن صغير ونحمل حساسية زيها زي أي حساسية زي حساسية الجلد وزي حسيت في الأنف تعمل حساسية لما يشم عطور معينة وبرفان معين وغبار معين لو ينظفوا البيت والحساسية بتيجي نوبات يعني شوية وشوية سليم خالص لدرجة بتحير الأطباء ما بين النوبات السدر يطلح سليم تماما سواء عملنا أشعة اكس أو عملنا أشعة مقطعية على الصدر طول ما ما فيش الأزمة دي خلاص السدر يطلح سليم تماما تماما معايا ألا من البحيرة ألوه ولأ طيب يبقى نقول لأختنا تاخد الأدوية بتاعة المعدة وتعمل جرسومة المعدة اللي أنا حكيتها عليها اسمها البكتيريا الحلزونية في البراز الجرسومة البكتيرية في البراز دي لو اتضبطت الحقيقة الأمور كلها هتبقى كويسة وزي ما قلت لها يمكن في التصالي سابق وأنا فاكر أنا قلت لها إيه قلت لها البلغم ده يجاي من فوق يطلع من تحت جاي من فوق بنتكلم عن جيوب أمفه وبتكلم عن الأنف وبتكلم عن الحاجات دي طبعا مش الجيوب الأمفه اللي جايب بلغم لأن الجيوب الأمفه بتلتهب وتجيب صداع وحاجات لكن ما تجيبش بلغم قصدي إنه حاجة في الأنف في الأنف تمام؟ الحاجة التانية المعدة بقى إنه في حاجات من المعدة تطلع لفوق تعمل المشاكل دي وتعمل البلغم طبعا بناخد حاجة اسمها ميوكو الساقار لو هي معاي دلوقتي أقوى ستايل سستين حاجتين دول حاجة منهم يعني بتضبط الدنيا جدا 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 طيب نرجع تاني لدكتور عواطاج الدين وزير الصحة المحترم كان عامل تصريح الحياة ونعتبره ده الخبر ده في آخر أخبار كورونا إنه وجود الحالات بتاعت الجهاز الهضمي هو الفيروس من الأول بيروح الجهاز الهضمي يعني مش أصلا دخل الصدر خد شوية ونمله شوية تعسيلة وبعد انطلع على الجهاز الهضمي لا هو النوع من الأول جهاز إيه؟ جهاز هضمي يبقى تاني في فيروس كورونا يروح على الجهاز الهضمي وفيروس كورونا يروح على الصدر تمام؟ على الرئة يبقى حاجة تروح المعدة وكده الجهاز الهضمي تانية تروح الى الرأة فدي نحتبرها من الاخبار سيد احمد بن قيرا السلام عليكم سيد احمد اهلا وسهلا تفضل الحمد لله يا حبيبي حبتك نفيه بس عندي مشكلة يعني انا سني 22 سنة ربنا ديكتولت العمر سيد ربنا اخليك وبقالي فترة كده بيطلع في جسمي كده حاجات مش طبعية زي ما سنة بخصة شيء وبعد اكيها بتكبرت الاخوار راج واروح افتحها وبعدها راح تكسلت عن كده الدكتور فيه اللي ارتجاع وفيه اللي عندك سموم وفيه الحد اللي حاجة يعني ستفهم حد في البيت عن سكر يا سيد احمد ايه حد في البيت عن سكر ماما بابا اخواتك امي امي اوه حللت سكر حللت كده مرة في الصيدرية وكده وقال انها تبعا بس انا عني تخطيبية على كتير بس هو الصيدرية قال تمام احنا لها نسق في هذا الكلام اه ليه بقى السببين سمعني سمع حضرت الوقت الاولاني انه الشكة دي بتاحت الصيدرية الصيدرية بيشك عبارة عن شكة ويحط نقطة الدم في جهاز وده جامش دقيق خالص وقلت قبل كده انه جهاز الضغط الديجيتال وتحليل السكر الديجيتال ده اسمه تحليل سكر ديجيتال مش مع عمل يعني بيغلطوا بعشرين درجة ففي حد احنا عايزين نشوف عنده سكر ولا لا ما ينفعش التحليل ده هو ده ينفع مع حد عنده سكر وبنتابع له فانقوله والله كويس وحش نص ونص ايوه يا حج برفع عليك يا حج انه ما حد عنده سكر ولا لا ما ينفعش خالص معه الموضوع ده والصيدلاني المحترم اللي قال لك كده في الغالب مش فاهم طب لو فاهم طب ما يقولكش كده هو يقولها الواحد عنده سكر لكن واحد انا عايز اشوفه عنده سكر ولا لا عندي حاجتين عريق وبعد الفتار بسحتين والادق والاهم التراكمي لان التراكمي له رقم في التراكمي بنقول اللي ما عندهش سكر بعيد خالص عن خمسة وسبعة من عشر طب اللي على الباب على الحرقرك من خمسة وسبعة من عشر لستة واربعة من عشر طب اللي عنده سكر يبدأ من ستة ونص وطالع يبدأ من ايه؟ من ستة ونص وطالع مدام فيه ارقام يبقى فيه حقائق يا أستاذ أحمد مدام فيه ارقام يبقى فيه حقائق انا ليه بقولك سكر وعمل اقول كده واتمنى ما يطلحش سكر بس السكر يعبر عن نفسه ساعات بدمامل صغيرة بخراريج صغيرة فلاقي خراريج مش راضية تمشي مش راضية تمشي لان دم الشخص ده مسكر الله على دمه فيه سكر فالميكروبات تيجي فالخراريج تكتر فاتمنى في اماكن كتيرة منها اماكن حساسة في الجسد ومنها خلف الرقبة ومنها في اماكن مختلفة وناس كتيرة عرفنا السكر من القصة دي وارد يطلع مش سكر وارد لو استاذ احمد يطلع مش سكر بس اول حاجة نحللها له هو السكر بعد ما نتطمن نتكلم عن حاجة تاني طبعا اتصالاتكم اللي حياب تاخدني عن موضوع الحلقة النهاردة كنت عايز اكلمكم عن ال Iron Deficiency Anemia ال Iron Deficiency Anemia هي أنيميا نقص الحديد ودي يعني انا كان نفس اكلمكم عنها كتير بس الاول عايز اقول معلومة قطعتها لما جاء الاتصال اللي هو ال LDL والHDL اللي هو الكوليسترول الكوليسترول الحبيب الى القلب والكوليسترول الكريه المنفر اللي احنا بنكرهه الواطي يبقى فيه كوليسترول عالي الكسافة وكوليسترول واطي الكسافة العالي عالي وبنحبه الواطي واطي بنكرهه ونزهد فيه ونتمنى ألا نراه فالكوليسترول الواطي هو سبب كل مشاكل القلب لو فيه دهون عند الواحد طبعا التدخين يدخل في الموضوع لكن يظل الدهون اللي في دمك هي عبارة عن سم بالذات لو كانت ايه ال دي ال تمام ومهم بقى اللي بيعذبك في التحليل ويخليك تصوم كتير المنخفض الكسافة مش بقولك واطي المنخفض الكسافة هو اللي عشانه بنصوم كتير طيب معنا اتصال قالوه ايه رفو يا سيد السلام عليكم وعليكم السلام يا عم حمود اتفضل محمود كورا الحمد عمام السهاج اهلا بيك يا سيد محمود واهلي سهاج اتفضل والله يخليك حاج يكون سينقي انت طيب حبيبي وحضرك طيب والت Sen�تو خالص واسمعهم من التلفون سيت خالص تفيزيون برا سيت خالص التليزيون طيب يا عم حمود تفضل يا حبيبي الله يخليك ارنت psy artificان اه في سؤالufen غير محمود الله يخليك بقلبي عيوني ليك يا عم حمود الله يخليك انا كنت عامل بسؤال من عشا سنواتột اه وطول يا سلبي بعمل دي كلام سلبي فيش غير الاكسام اللي مضادة واخد بالك طيب انت خدت انترفيرون ولا سلبي من غير انترفيرون حقا لا بالحقا والحمد لله كل سنة بعملت ايه طلع سلبي تمام بس ممنوع انت قلته هتندو البي سئار ما احتملش ليه البي سئار عشان انسفر حجوبك انت عايز ترى تسفر دولة ايه تسفر دولة ايه اه السعودية السعودية يا رب تحج ان شاء الله وتروح وتشتغل يا رب اجعي يا دكتور حسين الشورى اللي يخليك حبيبي انا بس انت انا اجهت تخدمان دمام شورى المحطة في سوهاج في سوهاج ايه ايه شورى المحطة اه كان عندنا مركز في سوهاجه احنا السعيدة عملنا لهم مركز في شارجة التلفزيون في لقصر يعني ما بروحش السعيد خالص غير لقصر فيش السوهاج ولا يخليك ده شرف لي انا قيلك هواتعش عندك كمان ده شرف لي اه حجوبك ح masse طيب المشكلة دي أنا هأخف عندها قليلا لأنها بتهم ناس كتير جدا وده يعني من الحاجات المحزنة الحقيقة إيه بقى محزنة؟ إنه التنسيق العربي العربي غائب ولذلك كل ما يتذكر الواحد هذه الأمور اللي بتحزن من الداخل الحقيقة جدا يعني يعني أنا الحمد لله رحت أوروبا يمكن سبع مرات يعني رحت النمسا ورحت المجر رحت فرنسا رحت هولندا رحت ألمانيا مرتين يعني مش عايزة أقول لكم يعني بقى الواحد حزين لما يشوف حاجات حلوة ومش في بلده ومش في وطنه الوطن العربي أقصد طبعا إنما مصر أم الدنيا وبالمناسبة أنتهز الكلمة دي بجد بجد كل الناس اللي بيسمعوا على مصر كلمة فيها حاجة حلوة ويتحكوا أو ما يغدركوهاش في الغالب دول ما تلعوش برا خالص وبرا دي يعني دول أوروبية لأنه فعلا اللي بيبعد عن مصر بجد بجد والله بكلمكو عن ثقة بيحس إن مصر فيها حاجة حلوة وحاجة حلوة مش دايما تقالت كده يعني لأ هناك ممكن تلاقي حاجات كتيرة جدا يعني أنا فاكر لما نزلنا المجر لقينا الموظفين مش فاتحين يعني لسا يفتحوش الأماكن بتاعتهم يستقبلونا فقعدنا على الأرض والناس كلها بتقعد على الأرض عادي إنما دي لو حصلت مع حد في بلده حتى يقعدونا على الأرض وقف خالص فاللي عايز أقوله بس إنه فيها حاجة حلوة هنقعد مرة إن شاء الله نحكي على الحتة دي لإنه حدنا لبلدنا لازم يدفعنا إن إحنا نحط خط كده تحت الكلمة دي فيها حاجة حلوة بلدك فعلا فيها حاجة حلوة اللي سافروا برة وخدوا أسارهم وتجوزوا بيدوروا على عريس لبناتهم هناك مش لقيين لإنه حيضطروا ياخدوه من الحاجة اللي موجودة حد تاني عقائده غير عقائدك حاجاته غير حاجاتك ويقال دايما للي سافر برة معلومة حطوها في حلقة في ادنكو ده حقيقة حقيقة أنا شوف تهم على الوفود العربية المصرية اللي هناك يقولك الجيل الأول الجيل الأول ليك يعني أنت راجل مسلم بتصلي أو حتى مسيحي لو حد يعني آخر مسيحي إنما لو حد مسلم وراح الجامع ابنه والتزم أو راح الكنيسة والتزم يجي الجيل التاني الجيل التاني يطلع إيه مهزوز شوية يعني يطلع يروح ديسكو ومش عارف إيه وكده وبعدين ممكن يصلي شوية التالت بتاعنا عن ثقة التالت الحفيد بتاعك ده مش تابعة خالص وممكن يكفر بالله لقدر الله وممكن يدخل في ضلالات وا 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 ده أحد الحاجات اللي بتعاني منها هذه الايه الأومة طيب معي أم محمود لكن مش حانسى أبدا أخونا الغالي محمود من سهاج أم محمود من الشرقية السلام عليكم عليكم السراحة والبركاتب إزاك يا أمي أهلا وسهلا الحمد لله كل صراحة بلتاك طيب وحضرك طيبة يا أمي ربنا يطاول عمرك تفضلي هو أنا عند استقاط من حوالي سنتين من أيام اللي هي حمد 8 مليون صحة دي تمام فأني ماشية بالوقتي كان الانتراكومي 8 أو 95 وبدأ ينزل لتها 7 وبدأ ينزل لخمسة ونص وبعدين أخيرا عملها في شهر شهر عشرة كان حوالي 6 و30 من مية أو 35 من مية تمام 36 من مية فدلوقتي أنا لجيته مبارح اللي جيته وإيه 104 دي عشواء تمام عشواء 104 طيب أنت عندك أي مشكلة احنا بقى إلا كم سنة عندنا سكر يعني قصدي موضوع حملة 100 مليون صحة ده ملحقش يبقى قديم يعني أنت لسه مكتشفاء قريب يا ما يعني سنتين بس طيب أنت تاخد إيه لأجل السكر يا أمي عشان شكلك جاي على نفسك أنت عكس اللي احنا بنضغط عليه ومنقول لهم زبطه شكلك مزبطة زيادة على اللزوم الحمد لله أنا مرضاش خمسة وخمسة مش حالو ومرضاش ستة وخزة مش حالو بالعكس أنا عايزينه سبعة سبعة ونصف ما أنا عارف بص يا ماما انت قلت تمانية خمسة وانسعين من مية وقلت سبعة وقلت خمسة ونصف أول حي خالص أول ما ظهر عني تمام المهم اللي عايز أقوله بس لو الأرقام بي صحيحة لأن أنا برضو خد بالك كل واحد من دول بيتعمل كل تلات شهور فهل فعلا أنت فاكرة كل تلات شهور يعني؟ إذا أنت فاكرة والكلام ده صحيح فحضرتك حد جاي على نفسه هيا جاء وط التلفزيون واسمعيني بالتلفون حضرتك جاي على نفسك وإحنا ما نرضاش مرضو السكر يجي على نفسه برضو لأ أنا عايز السكر واطي السن كام حضرتك نعم السن كام حضرتك أربعة وخمسين وتولي مية ثلاثة وخمسين تمام طيب تمام واسني أربعة وخمسين وربعمية انت كم سنة يا أمي؟ أنا ماشي للوقت يعني أربعة وخمسين سنة ربنا يديك الصحة وتونط العمر طيب يعني واضح أن جسمك جسمك مش مليان وما فيهوش دهون ولا حاجة لأنه من اللي انت بتقولي ده احنا جسمينا متناسق تماما تمام طيب أنا عايزك ما تجيش على نفسك برضو خد بالك رمان أه يعني السكر عريء من سبعين لمية واربعين فليه عملنا الرنج ده كله عشان مش عايزين سبعين مش عايزين خمسة وسبعين خلط وحش مش عايز السكر كتلع خمسة وسبعين مش هفرح بيه خمسة وسبعين السكر الطبيعي الحلو من تسعين لمية وعشرة بس ما حانش يقدر يزبطها بكده من تسعين لمية وعشرة ده عريء ماشي يا فهل تمام ده المثالي لكن هو من سبعين لمية واربعين اللي عايز أقوله لك بس انه يبقى عند الجهاز وما تجيش على نفسك قوي لما تلاقي السكر مية واثنين ده كويس لكن لو لقتيه تمانين خمسة وسبعين معناها انت جاي على نفسك فأنا مش عايز تتجي على نفسك مرة يا فندم قستو لاتو تسعة وسبعين اه برضو كان مش حلو وبعد كده قستو خمسة وسبعين حلو خمسة وسبعين ده هايل وبعدين بقى ليومين ايسا مية واربع بالضبط تمام احنا قلنا اللي ياخد جايزة نوبل في السكر وانكرمه وهايل والمريض الحلو بتاعنا اللي من تسعين لمية وعشرة ناك يا فهل تمام طيب الف سلام عليك قالت دلوقتي التراكم اللي انا لو تفتكروا قلتوا في اول الحلقة وبقول لحد من من خمسة وسبع من عشرة لستة واربع من عشرة فستة واربع من عشرة كونها يطلع لها مرة ستة وثلاثة من عشرة يعني هي جاي على نفسها مرة كمان خمسة ونص يعني فعلا فيه اوقات كانت السكر يهبط منها ويمشوا وقدة بالها خدوا بالكم التراكم اللي بيبين مجموعة قراءات حتى لو لوحد ما عملش سكر تعالوا نجاوب بقى اخونا اللي انا قلت كان حزين على الوطن العرب وحاله سعودية طلعت قرار وزراء الصحة العرب انهم يقبلوا بالبي سي آر في فيروس سي وده ما تعملش الفيروس بي لانه فيروس بي فعلا للان مفيش علاج مية في المية يمشي انما يخفي فطول ما هو مخفي احنا بالطمانين لكن وممكن يطلع تاني لكن السي ما بيطلعش فبالتالي ليه نرجع ناس ليه نرجع ناس من الشغل ونقذيها في رزقها زي الرجل المحترم الاستاذ محمود اللي منسوا هكلمني دلوقتي علشان بيقول امتى هيعتمدوا البي سي آر مجلس وزراء الصحة العرب طلع قرار انه السفر يبقى بالبي سي آر مش بالاكسام المضاد لانه معنى الاكسام المضاد ده فيروس سي ان الرجل ده تصاب خف ما خفش هو موجودة اكسام مضاد طب ازاي بقى والغلبان اللي خف تاخدوه ليه بالزنب فده اللي احنا حزينين عليه اذا كان مجلس وزراء الصحة العرب اللي اجتمع فيه كل وزراء الصحة الدول العربية قرروا انه فيروس سي السفر يبقى بالبي سي آر مش بالاكسام المضاد ومع ذلك للان الخارجية السعودية مش متقبلة موضوع البي سي آر ومش نفزت القرار خاض بتنافز الاكسام المضاد ده فقط طيب الاخت هبة من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ازاي حزك يا دكتور الحمد لله ومشكرت جد على الاستفادة اللي احنا نستفادها من حضرتك والله ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله وانا خدمكو جميعا خدمكو كلكو يا ام اتفضل ربنا يزيدك يا رب علما يا ربي رزيدك علما يا رب ان شاء الله الله يكرمك اتفضل يا حبيب بقول لحضرتك انا اللي كنت بنتسأل حلقة اللي فاتت ان والدتي اللي هي عندها الدخة مستمرة معيها مع النوم والكلام والاعاد وكذا فكثفت انفو اذن قال لها انت كلمتيني وانا قلت لحضرتك نمشي على استجرون ونمشي على البيتا سيرك ايوة اي ماشي عليه وقلنا لو ما تحسناش نضيف التيبونينا انا بقول ادوية هو عشان دي طبيعة البرنامج مش مسموح في اي برنامج تاني نقول ادوية بس تواصل ده لو اي عيان في اي حتة في العالم اتصل بي حتديله الرشدة على الهواء من غير ما يكشف من غير ما يدفع فلوس ومن غير ما يجيني في عيادتي الخاصة هو ده تواصل بس ما كثفت انفو اذن ما قال لها في التهاد في الاظن الداخلية كمان مش الوسطى اه مش عارفة ما قالتش ايش الوسطى اه داخلية في تحسن بسيط قالت لها على علاج اللي حتة برض قلتولنا عليه قالت لها دوت تستمر عليه اه اسبوعين نفس العلاج اللي انا قلته يعني او يعني اه والله بنشكر حضرتك جدا بس هي قالت لها تستمر الاسبوعين وطلبها منها تحليل سكر تراقومي بس نعمل لها برضو الفاطر والصاي ما اقول لها حضرتك على الدرجات قولي طبعا بصي احنا هنا 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 انا دكتور الاسرة يعني انا طبيب كل واحد كأن انا عندك في البيت دلوقتي هتعملي ايه هتدخل تعملي لي شيء انا موافق وتروح تجيبي تحليل ماما تعرضيها علي انا موافق فاعتبريني انا في بيتكو دلوقتي مش على شاشة التلفزيون لكن على كورسي الانتري تفضلي شرف لي يا دكتور شرف لي بس هي لسه ما عملتش في التحليل عمل لها بقى فاطر وصايم وتراكمي بص هو اللي يهمنا اكتر بالامانة مع احترام الشديد للزميلة مع انها شكرت فيها طبعا وقالت ادويته كويسة بقى وبتقول انت استمرنا على الادوية دي لكن اللي عايزة اقوله انها هيلة في حتتين لكن احنا يعني الاهم هو الصايم والتراكمي يعني طبعا هي عملت بعض الفطر بساعتين مشكورة لكن اللي يهمنا اكتر مين في السكر اللي عريه وطلبها صورة الدم كاملة عندها حق طبعا عندها حق ومرة ان شاء الله بما ان احنا قاعدين في البيت بنشرب شاي عندكم هنحكي عن صورة الدم ما شوف فيها ايه طب ايه النسبة يعني هي اللي ما عندهاش سكر ولا عندها حيجة بس ايه النسبة المزبوطة مثلا في التراكمي والفاطر لو انا عملته اتأكد ان هي كويسة طب مسيحنا قولنا ولا انت دخلت في نص الحلقة مسيحنا قولنا نص الحلقة اللي ما عندهاش سكر تحت الخمسة وسبعة من عشرة ولا متوقع يجيله التراكمي خمسة وسبعة من عشرة خلاص اوه طيب اللي على الباب واقف على الباب يعين المنطقة الرمادية اللي هو السكر بيفكر ييجي ويفكر يمسي يفكر ييجي ويفكر يمسي يفكر يفكر ييجي ده ايه ده ده خمسة وسبعة الستة واربعة من عشرة يبقى تاني الرقم اللي نحفظه قوي وده يعني ها ستة ونص اول ما رأي سكر تراكمي ستة ونص او اعلى بس عنده واحد ايه ما كانش مريض سكر سمعاني يا اختي ماشي يبقى تاني ستة ونص في التراكم الرجل ده يا جماعة دخل برجله اليمين بيت السكر دخل برجله اليمين ستة ونص بس خدوا بالكو في نقطة مهمة في واحد نلاقيه تحت الستة ونص وهو مريض سكر بس الرجل اصلا جاي على نفسه زي اختنا اللي اتصلت قبلك على طول مش دي قالت قالت انا خمسة ونص طب الخمسة ونص دي فين تقع تقع في اللي ما عندوش سكر خالص لانها حتى مش في الخمسة وسبعة من عشرة دي خمسة ونص يعني دي ممكن الدكتور يغلط يقول لها مبروك ما عندكش سكر تقول له ايه ده سترونج خمسة وعشرين دوت وفيري سيركي أربعة وعشرين استرونج استمر عليهم اسبوعين كمان اسبوعين لا اسبوعين بصة حضرتك يا اسبوعين يا الدوخة راحت ايهما اقرب يعني افرد الدوخة راحت بعد اسبوع ماكملش لو راحت ورجع تاني راحت ورجع تاني نستخدمه تاني نستخدمه من غير ما نكشب بقى عادي نستخدمه عادي نستخدمه اسبوع ولا اسبوعين وخلاص بس هو اخد بالك هنحط خط بالقلم الحمر على كلمة الأزن الداخلية الأزن الداخلية دي مهمة لانها لقدر الله في المستقبل بل لو تسابت عند نسبة صغيرة جدا 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 تعمل خراج في المخ عشان كده مهم منعالج ايه التهاب الأزن الداخلية اصلا الداخلية دي جوه قوي جوه قوي دي عند المخ دي قاعدة جانب المخ بتسلم عليه احنا عندنا الأزن الخارجية اه ما عرف شدت ولا لأ طبعا وهي بتدي هي بتدي امتى لما يكون فيه التهاب خد بالك لما يكون فيه التهاب والمكان واجحها قوي ومش بتنام منه وبيوجع إنما مدام بفيش ودوخة بس أحسنت انها مددش مضاد حي ولان احنا كده بعد عن خراج المخ الحمد لله التهاب بسيط الحاجة التانية المهمة برضو واللي بقولها دلوقتي حد يسأل انه هو خراج المخ ممكن ييجي منين تاني ييجي بالجيوب الأنفية لو حد الأزمة حد عشان كده محدش يستهون بالجيوب الأنفية محدش يستهون بالجيوب الأنفية وعموما فيه مسلس مقلوب تعالوا نحفظه النهاردة وتصلوا بينا على حدرة النبي تصلوا على حدرة النبي نقول إيه بقى بالصلاة على النبي نقول إن فيه مسلس مقلوب أهو الحاجب والحاجب عملنا خط وعند الأنف عملنا نقطة ووصلنا دولة بقى مسلس مقلوب تاني فوق على الحاجب كده أصلهم ببعض دي القاعدة بتاعت المسلس طب ونقطة هنا ووصل هنا ووصل هنا المسلس ده مهم جدا واي جرح فيه ولا خبطة ولا ورم ولا حاجة كده وحد يتعور فيه ما يهملش فيه لانه فيه اتصال بين الحتة دي وبين المخ فيه شريان كده وريد كده موصل بين الاتمين ممكن يدخل الصديد ده للمخ عشان كده النهاردة لو قلنا انه التهاب القصونا الوسطى ويه التهاب الجوب الانفية لو ما تعالجش كويس يعمل لنا حاجة اسمها خراج داخل المخ فدي حاجة مهمة عشان كده لما يبقى التهاب في الوسطى الوسطى او الداخلية بزيت الداخلية لأ نهتم قوي طيب معايا الاساس محمود من الغربية السلام عليكم معاك الدكتور حسين الشورى قناة صح والجميع اللي تفضل الله يخليك يا دكتور يا بتاع الغلابة انت يا دكتور ربنا يخليك على راسي انا حضرتك بالوقت انا عندي بلغم حضرتك وعملت الانشاعة الحنزونية دي اتبتعيني حنزوني وخدتيني العناج وبعدك عند البلغم حضرتك مش عارف روح خاص بي تمام صلى على النبي البلغم عمالة كوحة حضرتك كوحة وروح طالدكتور انا في وزره وعمل لي اشاعة مقطعية وعملت كل حاجة حضرتك وبردك عمالة كوحة على طول مستمر كده عارفة دكتور بلغم حضرتك حدهم لك دلوقتي حيريح شوية بس اخد بالك احنا مجرد ما طلع يا حبيبي مافيش البكتيريا الحلزونية في المعدة يبقى هي مش مسؤولة عن البلغة مااخد بالك انا خدت عناش يا دكتور انا خدت عناش يا دكتور انا خدت عناش يا دره كبلي كده حل ومشيت خلاص يا حبيبي ومشيت خلاص ماهو دكتورك انا معارفش انا ولا حد تاني اللي كان بيعالجك يعني اللي عالجك منها انا ولا دكتور تاني لا دكتور حضرتك دكتور حضرتك البطنة قال لي انت عالدك حلالي اللي اتجي رسومة دي تمام حللتش رسومة المعدة حضرتك وخدت علاج العلاج كان كم يوم؟ العلاج كان كم يوم؟ كان كم يوم العلاج يا حبيبي استمر كم يوم؟ بص هو اخد بالك واخواننا برضو يسمعونا في البيوت العلاج بتاع البكتوريا الحلازونية واحد وعشرين يوم يا حبيبي واحد وعشرين يوم وبعدها اسمعني حضرتك وبعدها بنقف اسبوع لازم نقف اسبوع وإلى النتيجة تطلع غلط وبعد الاسبوع نبقى كملنا شهر صح؟ تلات اسابيع زائد اسبوع زائد التحليل التحليل لو طلع ما فيه شي يبقى مبروك طب هل ده معناه انه الالام بتاعت المعدة والبلغم والحاجات دي لازم تروح مش لازم تروح لان احنا في الاول اللي اقول له شرط اخر نور قلنا احنا بنقتل الدودة لسببين عشان ما تعملش سرطان سمعني ولا لا اه اتنين اتنين عشان لو هي السبب في البلغم البلغم يروح طب انا قتلتها مع الدكتور حسين الشورى والدان العلاد وماتت الدودة اللي في المعدة ولسه البلغم موجود يبقى البلغم ما كانش سببه مين؟ الدودة بس احنا اخلصنا من شر عظيم احنا لما قتلنا الدودة او البكتيريا دي او الجرسومة دي اخلصنا من هم عظيم خطر كان هيجيب لي سرطان خلاص ابص بقى ايه تاني يكون موجود عشان كده انا هديك دويين هيهدوا الكحة خالص ويمكن يمشوها خالص تمام؟ اول حاجة اكتب معايا وعلى فكرة انا دايما بقول للناس يا دوب واحد يتصل بيا على الارقام اللي احنا بنقولها وانا دايما نقول لكم 014 014 362 014 114 362 دكتور حسين الشرق ده رقمي الخاص برد عليه اللي بيكلمني غالبا غالبا بقول له اكتب الدواء ده للحالة دي او بقول له ادخل صيدلية والناس ما تزعلش مني لانه الصيدلية حيساهل عليا لانه ساعات بتيجي اتصالات كتير وما بحبش اكسر بخاطر حد لانه جبر الخواطر حاجة كبيرة قوي فبحاول قد مقدر اكبر خاطر كل واحد متصل فانا اقول له ادخل صيدلية انا مش بقول انه هو لا قدر الله جاهل او مش هيعرف يكتب انما دايما الصيدلية حيساهل عليا ادينه كذا وكذا وكذا شكرا خلاص فدايما افضل لو حد عايز اوصف له علاج في التليفون وده خاص بتواصل فقط ممنوع ما بنعملوش في اي حالة تانية بس احنا قلنا في الظروف الصعبة المادية دي على الناس على الناس كلها احنا نقف جنب الناس اللي ما يعرفش حتى يدي كل اللي يقدر عليه يدي الخدمة دي ان احنا نصرف لك نوصفه لك فتدخل الصيدلية تشتريه فنوفر عليك كشف عند دكتور وهذا الهدف الاساسي من برنامج تواصل تواصل ده الهدف اللي كان الاستاذ ولي عاطف والاستاذ عبد حميد توفيق والعبد لله قعدنا واتفقنا على هذا الشكل اللي نقدر نساعد به كل واحد يقدر يساعد باللي يقدر عليه براعي في الادواء انها تكون مش غالية برضو الاختة هناء من ضمياط السلام عليكم بس انا عايز اقول حاجة قبل الاختة هناء لان انا ما قلتش الدوين قلنا هناخد سلجون سلجون اقراس تلات مرات وقلنا هناخد كلاريتين قرص صبح وليل او تلفصت 120 صبح وليل ده بالنسبة لاخويا الاتصل لان انا قلت له هقولك الدواء وما قلتش والخط تقفل تاني تلفصت 120 ارص اه مرة واحدة حتى كفاية وسلجون تلات مرات في اليوم وسين جيولير عشرة ارص مرة بس ده لو خدوا خمستاشر يوم الدنيا هتهدى جدا مع ورق جوافة يغليوا يشربوا طيب معنا الاساسة هناء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بركات دكتور حسين اهلا وسهلا متكلمين مين يا اختي انا باتكلم من دنيا معاك الدكتور حسين الشورى برنامج تواصل اتفضلي اهلا بخدر سمعك يا دكتور اه انا اه معالدي سأل ايه اللي بلجون تلفصتر اكتش تحليم اه بس عندي نقصة الشفائق اه من ثلاثين عمنا عامي بيت او عميش ساعة تخل اه تلع التحان نظيف بس من دفعه بشنطة يعني تلعها ثلاثتاشر لا لاحظة الصفايح كامل اول خلاص الانيميا اللي هيموجلوبينه تطميننا عليه تلاتاشر ما تتكلمش فيه تاني خلينا في الصفايح تلعها كام يا اختي اخذ تحليم مية وثلاثتاشر مية وثلاثتاشر طب انت عارفة هي المفروض تطلع كام طبيعي اه من مية وخمسين من ربعمائة وخمسين ده ايه العسل ده ايه شطرة دي انت هايلة انت بتتابع البرنامج بدعنا على طول بقى ولا حد قالهالك لا والله يعني بتقضع وابقى عارفة طيب تمام الاجابة صحيحة طبعا ولو انت بعيدة سنة عن الرقم انت قلت مية وثلاثتاشر تقريبا مش كده وهو مية وكام مية وخمسين حلق اقل فاحنا الموضوع قول ايه لكده بسرعة كده امال لكي حاجة تعل الصفايح شوية لو الموضوع مش مرضي ايه بقى هي الكيوي عارفة سمرة الكيوي اللي زي البطاطس كده وبتلبع ولقاها في ايه في اولاد رجب ولقاها في كرفور ولقاها في السوبر ماركت الكبيرة تمام ولقاها في الفا ماركت ولقاها في كازينو انا بس بحاول ماقولش سوبر ماركت واحد عشان ما يبانش ان ده اعلان بقول الكل يعني خلاص هتاخدي واحدة في اليوم وهي على فكرة بتتبع فرد يعني الوحدة بجنيه جنيه ونص مش لازم تشتري لانه غال الكيوي فيبقى واحدة كل يوم والبزلة اللي جواها سودة شوية زي النمل كده دي تتاكل كويسا للهض يبقى انت حتاكلي واحدة كويه كل يوم اتنين الحلبة حصى مخلوطة باي حاجة تاني ده مهمة تلاتة دوس مقل كارنتين ده مهم اربعة حقنا اسمها ليفا بيون عبارة عن بي اتناشر مع حمد فوليك ليفا بيون ليفا بيون ليفا بيون ليفا بيون انا بكرارة عشان اختنا تسمع يبقى ليفا بيون عبارة عن بيه اتناشر مع حمد فوليك اللي اتنين مع بعض ولو متضايق ام الحقن تجيبي اقراص بيه اتناشر واقراص فوليك حمد الفوليك خمسمية اللي بياخدوه الحوامل زمان لو اي ام كده كتحامل يقولولها ايه خدي حمد الفوليك يبقى تاني لو الموضوع مش مرض كبير حيتفكب مين بالحلبة حصى بالحلبة حصى فكره الحلبة بتزود الصفايحة الدموية طب الصفايحة الدموية المفروض تكون كام في الدم من 150 الف الربعة 150 الف طب اختنا هناء من دميات الصفايح بتاعتها كام الصفايح بتاعت اختنا هناء من دميات 113 يعني بعيدة شوية على 150 طب هي ليه جابت سيرة الطحال لانه ساعات الطحال هو اللي يكل الصفايح ولما يكلها يتضخم فلما نعمل اشعة تلفزينا اللاقى فيه تضخم في الطحال اللاقى فيه تضخم في الطحال وساعات رأي طباء يقولك ايه طب منشيله ونفطل بقى ايه دا كاترة تقولي شيله ودا كاترة تقول منشلوش انا مش معا شيله غير في حدود ضيقة هنبقى نحكيها مرة تانية ساعات زهناء معايا ايه يا لست معاحدة طب لك كتبتي كتبتي الادوية خد يبالك دي روشيتة على الهوى ليفا بايون ليفا بايون ليفا بايون وانا بحفظ الناس الدواء دايما ليفا وصابونة ليفا وصابونة يبقى ليفا بايون ليفا بايون زي ليفا وصابونة كده ليفا بايون امبول ده هيبارة عن به اتناشر وحمد فوليك اللي بيكره الحؤن يجيب به اتناشر من الصيدلية اقراس الصيدلية حيدوله على طول وحمد فوليك ده حلو حاجتان اسمها الكارنتين وده موجود في الجزر الكارنتين الكارنتين ده حلو جدا للقصادي طبعا بعد كده في دوا تاني بالفين وستمائة جنيه ودوا تاني باربع تلاف ونص بس ده خلينا لو دون لقدر الله ما نجحوش يعني خلي الأدوية الغالية اودي حاجتان لو تمثي عن الحؤن وحمد فوليك والنوع الثالث ده مع بعض الثلاثة اه يا بابا هي الحؤنة فيها حاجتين انت فهمتيني غلط الحؤنة فيها دواين على بعض في الحؤنة نفسها فبقولك لو حد بيكره الحؤن حيضطر يجيب ايه الاقراس والاقراس اللي بتتكون منهم الحؤنة انما اللي غير الليفة بايون اللي كارنتين ده حد جبيه حد جبيه يبقى تاني الرشيتة فيها ايه بسم الله الرحمن الرحيم دكتور حسين الشورى استشاري السكر والكبد والجهاز الهضمي والسمنة وبعدين شكل الرشيتة مكتوب فيها ليفة بايون امبول حؤن عضل كل تلات ايام الاول وبعد كده كل اسبوع وبعد كده كل شهر اول صنف تاني صنف في الرشيتة اللي باكتبالك على الهوى الكارنتين قرص يوميا او قرصين يوميا تالت حاجة في ظهر الرشيتة كيوي سمرت كيوي يوميا او سمرتين ونأكل الايه البزر اللي جواه الحلو الزغير ده عشان حلو للهضم جدا 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 تمام طب ليه اخر حاجة الحلبة حصى عشان بقفلت الموضوع الحلبة حصى تخلطيها باي حاجة حتى ساعات بتقرأي الناس ريحة الحلبة تقولك بتجيب ريحة مش عارف ايه ممكن يخلطها باي حاجة تاني هيستمر امتى هيستمر هيستمر المدة تسبوعين ولا تلاتة ونقيس تاني الفايصل لو لقناها طلعت من مية وتلاتتاشر دخلنا في المنطقة الامنة اللي هي من مية وتلات من مية وخمسين الف للربعمية وخمسين الف الصفايحة الدموية يبقى احنا تمام طبعا قعد الحاجات اللي طمنتنا يا هناء ساذا هناء معايا من دمياط انا كان عندي عيادة في دمياط على فكرة في فارسكور وكان عندي عيادة في المنصورة خدت فترة طويلة من انا اصد مياط عشان جدا ناس دمياط والمنصورة بعزهم جدا 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 سؤالك مهم لحد امتى هو لحد امتى الاجابة منطقية جدا حضرتك لحد ما نحلل نلاقيه رجح طبيعي وفيه بشرة ليك على فكرة ايه البشرة دي؟ انك قلتلي ان الهيموجلوبين كويس ويا سلام لو طمنتيني على صفايح الدم على كرات الدم الحمرة والبيضة انها كويسة لو قلتلي كده وانتي قلتلي جزء طمنتيني فيه يبقى نخاع العظام سليم لان احنا بنخاف على فكرة لما كرات الدم الحمرة فات اربعة وحاجاته نعم كرات الدم البيضة فات اربعة وحاجاته حلو ما هي من اربعة الى احداشر بس انت على الحروق روك كده كل كويس بقى شكل كده مش بتاكل كويس بس احسن طبعا ما تبقى الفين سبعة تمانية ستة ما تبقى شاربعة بس يعني انت انت يعني الدم عندك عايز يتزبط شوي طيب معنى في الحلبة كمها حصة كده ولا غليها لا تغليها تغليها يا بابا تغليها وتخلطيها مع اي حاجة يا اختي طيب الف سلامة وند فرصة لحد تاني ماشي? الف سلامة اتفرج على البرنامج تواصل مع الدكتور حسين الشورى كل يوم اتنين الساعة عشرة على قناة صحة والجمال مهم تثبيت المعاد يا جماعة مهم تثبيت المعاد لانه الناس بدأت فعلا تحفظ المعاد يعني يقول لي يا دكتور حسين احنا قلنا الجرانة وقلنا الحبايبنا وقلنا لصحابنا فيه دكتور بيصرف رشتات على الهوى بيصرف رشتات على الهوى في قناة الصحة والجمال بسميناه دكتور رشتات حتى دكتور حسين الشورى بيصرف لنا الرشتات ويكتبها على الهوى واطلع السيدالية على طول خدمة مننا وتواصل معاكم واحساس مننا بيكم ان فعلا الحالة المدية صعبة شوية طب يلا نجيب حجر نبني بقنا بيريح الناس كلها ساذة ولاء من البحيرة السلام عليكم هايوة يا دكتور هايوة ساذة ولاء والله الحاجة اللي عدد بتفكرني بتفكرني بامة اشرف في التجمح الاول يعني من قطيب الناس الحقيقة اتفضلي حضرك اتفضلي فاني لو سمحت يا دكتور انا كلمتك في اول الحلقة وبتقول لي ان انا احلل تحليق الحلازوني انا حللت تحليق وما لقيتش عمد المكروب الحلازوني في الدم ولا في البراز يا اختي البراز تمام حلو كده احنا قلنا شلنا خالص البكتيريا الحلازونية وقلنا حنيد دي بصي 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 لما نفتح موضوع البلغم اللي نازل من الامف هلا انه الدكتورة بيقولوا انه ده من الحاجات الغلثة ليه غلثة مش عشان خطير على فكرة هو مش خطير خالص انت معايا على التليفون؟ طيب لانه شوية بلغم لزقت في حتة ورا الامف كده مش راضية تنزل يعني حتى المواد اللي نديها عشان تنزلها ما بتنزلهاش فبتبقى غلثة من كده غلثة انها تنزل نقطة نقطة يعني مفيش حاجة معينة نرميها عليها تدوبها وتروح رمياها عشان كده نديتك الاستايل سيستين او الميوكو اسقار بالتبادل ياريت كوني بتكتبي تمام؟ وساعات نستنشق مية بملح وساعات نمضمط مية بملح تمام؟ وهو زي ما بقولك كده ساعات تكون البكتيريا الحلزونية سبب فيه بس انت كده قطعتي الشك باليقين انه مفيش بكتيريا حلزونية معايا؟ طبعا في حالة زي حالاتك لو سمعاني انا افضل لو انا ما كان حضرتك اروح نعمل تاني اعمل البكتيريا الحلزونية وما اقولهمش على الموضوع ليه؟ لانه يا جماعة التحليل هو خارطة الطريق هو الجي بي اس بتاعنا فهي تتأكد عشان يبقى ايه؟ خلاص خدنا الميكو استقار ده اي حاجة بتسمعها ميكوليتك احنا تدوب البلغب واكسبيكتورانت يعني تطرد البلغب الحقيقة خلص وقت الحلقة فكركم تاني برنامجنا هو ايد ممدودة بالحب والخير بنقول رشدات في الحلقة مجانا للناس طبعا بعض الناس ما لحقتش فيقدروا يبعتولي على اي عنوان عيادة وعلى فكرة سواء رسالة على زيرة 114-114-362 وفيه جوابات جاتني على 84 شرع المانيال او على فيصل 481 شرع فيصل اللي هو المراكز بتاعتي لو جاني جواب انا بطلب بس بقول لو حد باحت جواب يكتب رقم الموبايل عشان برضو اتواصل معك سواء على 481 شرع فيصل بجوار برج الاطباء اسمه برج السلام او 84 شرع المانيال او 96 شرع التحرير دقي اي رسالة حتوصلني او رسالة مكتوبة على 0114-114-362 او اي تحليل بتوصل تحليل على فكرة كتير على الواتس الرقم ده عليه واتس يعني انا بقول لكم الرقم ده 0114-114-362 0114-114-362 0114-114-362 بقوله 3 مرات عشان التواصل يتحقق اي حد حيبعتلي على الواتس تحليله صحيح العدد كبير بس قد ما اقدر ربنا يقدرني وايه وحارد وبارد على فكرة في الرسالة نفسها يعني اللي باعت الواتس بقوله خد كذا لا دي عايزة تحليل كذا لا دي تروح لها الدكتور كذا هو ده الغرض من تواصل والله من وراء القصب اعزائي المشاهدين امنوا معي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بزنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الزنوب الا ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقة وقال احب الاعمال الى الله سرور تدخله الى قلب اخيك المسلم ولما حد يدخل الابر ربنا بيجيب له ملاك يلقنه الشهادة ويجاوب نيابة عنه فيقول له انت مين يقول له انا السرور الذي ادخلته على اهل فلان يوم كذا يفكروا بالموقف اللي هو بسط الناس واسعاد الناس به فانا اليوم انيسك وجليسك وملقنك حجتك باذن الله اذا المشاهدين يختمون حلقاتهم بكلمات واختمها بابتسامة اشتركوا في القناة